يعني سعود الإسماعيلي اللي الدور قبل نايا في الكاس فلقاء يعني يجي في وقته بسرعة طبعا الحمد لله طبعا بن بارك الجماهين نادي الإسماعيلي ومجلس الدارته والكابتن اهاب وجهازه والكل محببين نادي الإسماعيلي فوز في وقته في ظروف صعبة جدا جدا لكن الحمد لله أرجع بالإسماعيلي خليني أنا معايا كده يعني بعض الحاجات عاوز أقولها عن النادي الإسماعيلي الإسماعيلي من 2018 حنتكلم في التراجع بتاعه وإزاي نقدر نرجع الإسماعيلي مرة تانية بس قبل ما أقول الحاجة دي لازم طبعا النهاردة الوصول للدور قبل نهاية عمل فرحة كبيرة جدا في مدينة إسماعيلي عمل فرحة كبيرة جدا عند عشاء النادي الإسماعيلي عمل فرحة أكبر عند الجهاز الفني اللي قدر استنى بالفريد في الدوري وقدر يوصل للدور قبل نهاية في ظل الأعزمات الكبيرة جدا اللي بيعاني منها النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة كلام مصبوط جدا النادي الإسماعيلي سنين طويلة ووضعه صعب خالص وجمهيره اتحمله كتير عشان كده دايما لما بتتكلم بنقول فعلا يعني الجمهور أكتر حد الفترة اللي فاتت كان متحمل الإخفاقات والمشاكل اللي جات موجودة تعالى بقى أتكلم في ظل المشاكل اللي كانت موجودة السنين اللي فاتت كلها لما تيجي تتكلم على أنا بقول نجاح اللي موجود ده نجاح بعيد عن أننا في المنظومة دلوقتي والله ده الأمانة والتحليل اللي يرضي ربنا ما تيجي تتكلم على النظام اللي موجود أول سنة يا دكتور يكون فيه استقرار كده تعالى إيس وحلل كل سنين اللي فاتت كل سنة كم جهاز بيشتغل تعرف أنت وصلت للنجاح تزاي النهاردة من أول يوم فترة العداد لغاية دلوقتي الكابتن إيهاب عراس القادة الفنية مع إيجاز الفن بتاعه فده من الأسباب الكبيرة اللي لازم الناس تسني على الحاجة زي كده في ظل وجود المشاكل الكبيرة اللي احنا كنا متواجدين في معظمها وهي مش بعيدة عن كل المهتمين بالكورة في مصر لأننا ده سمين الأكيد نادي كبيرة وناس كلها بتحب التعرف أخبار مشاكل كبيرة جدا وفروس كتير على النادي ومواضيع كتير عن في الفيفا وإيقاف قيد يعني عشان تعدي من كل الكلام دهوت الكلام ده صعب جدا جدا وبرضو اللي بيعملوه يستهلوا الإشياء ده ويستهلوا أن يطبطب عليهم ويثوقف معيهم دايما إحنا كلنا حاسين بقيمة النادي بتاعنا النادي بتاعنا كبير بيمر بظروف صعبة لكن النادي الإسماعيلي إن شاء الله طالما فيه تخطيط وفيه تنظيم أعتقد أن الفترة الجاية يعني هو ماشي على الطريق الصحيح الفترة الجاية أن النادي يرجع إن شاء الله لسبع عام خليني بقى أقول للجماهير النادي الإسماعيلي كان يعني في الأولى الأخيرة إزاي وتراجع إزاي فهنا حدى من 2018 النادي الإسماعيلي تراجع منذ عام 2018 الموسم ده شاهد حصوله على المركز الثاني في الدوري 2018 كان الإسماعيلي ثاني الدوري موسم 2018-19 خرج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كان مشارك فيها دوري أبطال العرب خرج من دور الستاشر على يد الرجاء المغربي احتل المركز السابع في الدوري عام التاني تاني موسم بالكام السابع خرج من كاس مصر من دور الثمانية في موسم 2019-2020 خرج من الدور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال العرب على يد الرجاء حصل على المركز لاثناشر في الدوري الممتاز وخرج من دور الستاشر في كاس على يد برامتز بدأ التراجع شوي بشوي موسم 2021-2021